اثنية صباحا الحديث عشرة بتوقيت جرانيتش مجاز اخباري جديد يأتيكم من قاهرة اهلا بكم قال رئيس عبدالفتاح السيسيين مصر نجحت في اعادة التوازن للاجندة الدولية للمناخ لاسيما عبر ادراج فكرة الانتقال العادل للاكتصاد الاغدر والدعوة لانشاء صندوق لمواجهة الخسائر والاضرار المناخية خلال رئاستها الحالية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ واستضافتها لقمة شارم الشيخ في كوب او كوب 27 في نوفمبر الماضي جاء ذلك في كلمات خلال اعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين في الهند حيث شدد رئيس السيسي على ان تحقيق الاهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا للصياغة ترتبات مستقبلية محورها النظام متعدد الاطراف استنادا الى مقاص دامثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للازمات والتحديات مشيرا الى اهمية دور مجموعة العشرين لسيما لصعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية وعلى هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيو ديله اجرى رئيس عبد الفتاح السيسي لقاء جانبيا مع رئيس الفرنسي امانوال ماكرو سرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي واضاف المتحدث ان الرئيس السيسي عقد كذلك عددا من اللقاءات الجانبية مع كل من فوميو كشيدا رئيس الوزراء الياباني سريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الحالي للاتحاد الافريقي تيدرس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ولي كيانج رئيس الوزراء السيني ولولا داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل استقبلت حملة حزب المصريين الاحرار الحزبية الشعبية لترشيح السيد عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة استقبلت الاف الطلبات من الانضمام كتبيا وإلكترونيا بينهما شخصيات عامة ونخب في المجالات المختلفة ووجه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب جموع قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظات النزول للشارع مع المواطنين استجابة لطلبات ورغبات الأهالي عن تأييدهم والانضمام لحملة السيدة رئيس السيسي لاستكمال مسيرة تنمية وبناء الجمهورية الجديدة وألاقت الحملة الشعبية للمصريين الاحرار انضماما كبيرا من عموم المواطنين باختلاف الأعمار ومختلف المحافظات والمراكز وصولا إلى نجوع من أسوان وحتى مطرح ويواصل أبناء الحزب اللقاءات المباشرة مع الشارع لتوعية بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية والاختيار الأصوب لصالح مصر وأهلها فيما يواصل الحزب باختلاف المستويات التنظيمية تكثيف دورات التجهيز والتأهيل للشباب على أعلى مستوى لحملة مرشح الحزب الرئاسي أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء لشعب المغربي الشقيق وللملك محمد السادس في إضحايا الزلزال المروع على صفحته رسمية على موقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمانياته الخالصة المصابين بسرعة الشفاء مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في المغرب تتابع وزارة الخارجية أوضاع المصريين في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر وذكر السفير أحمد أبو زيدا المتحدث الرسمي بوزارة أو باسم وزارة الخارجية أن السفرة المصرية في الرباط قامت بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للإتمأنان على أوضاعهم كما تواصلت السفرة مع السلطات المغربية المعنية لافتا إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين من بين أبناء الجالية المصرية أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلى 2 أو 2012 حالة وفاة وأعلن المغرب حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وأفاد بياننا لدوان الملكية بأن الملك محمد السادس ترأس اجتماعا لبحث الوضع تقرر خلاله الأعلان عن حداد وطني مع تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباين العمومية ختم المجزوى لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل لتطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة ولكم مني تحية أنا إيادة عبداللطيف